ايو سادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الكويت نحييكم اينما كنتم وهذا موجز لأهم وآخر الأخبار بسم الله الرحمن الرحيم ايو سادة تتأثر البلاد بعواصف رعدية متفرقة مصحوبة بأمطار تكون غزيرة مع رياح النشطة السرعة تزيد سرعتها من 50 كم في الساعة تنخفض معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق كما تهيب إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لتأثر البلاد بعواصف رعدية متفرقة مع رياح النشطة تزيد سرعتها عن 50 كم في الساعة وتنخفض معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق وشددت الإدارة العامة على ضرورة متابعة الحالة الجوية من خلال القنوات المتاحة ودعت إلى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ 1-1-2 في حالات الطوارئ أو حالات الإنسانية متمنية السلامة للجميع أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء إنقاذوا أكثر من 20 شخصاً علقت سياراتهم في سيول الأمطار الغزيرة التي هطرت على مناطق المنقف وطريق الفحيحيل الساحلي هذا وتتعامل مراكز الإطفاء مع عدد من الحوادث المتفرقة في البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية ولا توجد أي إصابات حتى الآن كما كدت الإدارة استنفار جميع مراكز الإطفاء واستدعاء مدراء ورؤساء المراكز لمقرات العمل لسوء الأحوال الجوية نتمنى السلامة للجميع أعدمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته